اشتركوا في القناة فانظر ماذا تريد اريد ان ينعم علي الخليفة بجوهرة وعباءة لطيفة هذا فقط كل ما تريد والله لانت لقم الاهى ذهبا لعطيناك لك ما تريد يا اطمعي انظري يا زوجتي الحبيبة ماذا اهدى الي الخليفة انها من الذهب الخالص لابد انها تساوي مبلغا كبيرا نعم انها تساوي الكثير خاصة وانها هدية الخليفة سوف احفظها في هذا الصندوق هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هدية من الخليفة سوف أحفظها عند جارنا التاجر أريد أن أحفظ عندك هذه الجوهرة الذهبية فإنها ثمينة جدا وإني كثير الأصفار كما تعلم وأخشى أن يسرقها اللصوص من بيتي لكنها ستكون في أمان عندك يا لها من جوهرة ثمينة لم أرى أبدا في جمالها وروعتها لا عاشب في ذلك فهي هدية من الخليفة سوف أحفظها لك يا صديقي فلا تقلق عليها جزاك الله خيرا يا صديقي أراك على خير إن شاء الله سأذهب إلى جارنا التاجر لأحضر الجوهرة كيف ذلك أيها الرجل لابد أنك تنزح إني آسف جدا يا صديقي فهذا ما حدث بالفعل لقد خبأت الجوهرة الذهبية عن أعين اللصوص لكني لم أستطع أن أحميها من الفئران فقد أكلت الفئران الجوهرة وهل تظنوني أصدق هذه الحكاية العجيبة تصدق أو لا تصدق هذا ما حدث وليس لدي ما أقوله لك أكثر من هذا حقا إن للفئران للفئران أنيابا حادة ولن يستعصي عليها أن تأكل الذهب أو الحديد أشكرك يا صديقي وأحب أن تتناول الطعام عندي غدا إن شاء الله هذا كارم عظيم ولا يسعني إلا أن ألبي دعوتك فمائدتك عامرة دائما بأطيب الطعام والشراب هل فعلت ما طلبته منك يا زوجتي العزيزة؟ إنه الآن يلهو مع الأبناء داخل الدار آه أكل طعامكم الأبرار لقد أكلت كما لم أأكل من قبل أنا الذي أشكرك على تلبية دعواتي فقد حققت لي أمنية غالية بحضورك يا صديقي آه أنت هنا يا صديقي لقد ذهبت إليك في بيتك فلم أجدك ساعدني يا صديقي إنني لم أجد أحدا غيرك ليساعدني خيرا ماذا حدث؟ لقد اختفى ولدي فبعد أن عدت من عندك بحثت عنه فلم أجد لم أشاء أن أخبرك فقد كان أمرا رغيبا رغيبا ماذا حدث؟ أين اختفى ولدي؟ ماذا حدث؟